قالت هانا أدوارد إن داعش ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية ضد الكثير من العراقيين باختلاف طوائفهم وقومياتهم بما في ذلك السنة الذين عانوا من إرهاب داعش كثيرا وما زالت مظلوميتهم مستمرة ما ذكر أنها جرائم ضد الإنسانية جرائم إبادة جماعية مورسة ضد العديد من هؤلاء سواء من الأديان الأخرى من الناس القوميات الأخرى من كل الأطراف من كل الناس بما في ذلك المسلمين السنة بشكل خاص أيضا عانوا معاناة كبيرة ولا يزالون يعانون لأن اليوم هم دروع بشرية دروع بشرية محاولة استخدامهم في مواجهة تحرير